واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا هل تفر منه فرارك من الأسد؟ أو تطمئن؟ أجيب يا جماعة تطمئن؟ يا أخي فكر بهذا عندما تقول وهو أكبر تجد شيئا في نفسك يالله مش مش قل يا أخي هونا 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 ما لي من حياتي إلا هذا ما ينفعني في قبلي ولا عند موتي ولا يوم القيامة إلا هذا اطمئن يا أخي ثم اذكر وأنت في صلاتك من تناجي؟ من تناجي يا أخي؟ تناجي أحب شيئا إليك وهو الله عز وجد ألم تعلم أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى من فوق سبس الموات قال حمدني عبدي ألم تعلم أنه إذا قلت رحمن الرحيم قال أثناء علي يا عبدي ألم تعلم أنك إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي كل هذا حق ألم تعلم أنك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين هذا بيني وبين عبد النصفين ألم تعلم أنك إذا قلت إهدن الصلاة المستقيم قال الله هذا العبد والعبد ما أسأل هل تجد خيرا أكثر من هذا كيف تفر من أن تقف بين يدي من ينجيد وهو على كل شيء قدير يا أخي اعرف نفسك اعرف نفسك ولماذا خلقت والله لو كنا نشعر هذه الشعور ذهنت عن العبادات ولا رخصت علينا الدنيا كلها لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر القيارات هكذا يقول ابن نطيم رحمه الله